بشكل عام احنا كمنتخب مصر كل اللعبة كانت رجالة النهاردة كل اللعبة كانت رجالة في الشهد التاني في مبارات غانا بشكل عام احنا كان واجهنا بعض سوق التوفيق وبعض الأخطاء الفنية بس انا حابب ابدأ بلعيب لعيبة يعني فيه لعيبة كده اللي هي مخليانة منشكحين في البطولة حتى هذه اللحظة أول هؤلاء صاحب نقطة التحول في مبارات غانا صاحب نقطة التحول في مبارات جافردي هو محمود حسن ترزيجي اهم لعيبة في منتخب مصر ايوة هو اهم لعيبة في منتخب مصر مش هان اللي بقول مردود بارقام دايما الناس كتب بتقول من زمان تيزيجي لعيب مجهوده عالي بيموت نفسه في الملعب قادر يشتغل لكن عنده مشكلة في الفعالية على الجون طيب الراجل ده مع فيتوريا عمل ايه لعب مع فيتوريا عشر ماتشات ساهم في 11 جول يعني في كل ماتش ليه بصمة في كل ماتش ليه بصمة نزل في مبارات غانا من عددك نقطة التحول النهاردة بيعمل ترزيجي صنع فرصتين عمل أسست جاب جول أربع تزديدات كل ده في شوت عشان كده خد أفضل لعيب في المبارات في شوت بالراحة اه وده اللي نقدر اللي ما بيحصل صح مفيش لعيب إلا بلا ونزل حط جنين وعمل 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 وده اللي عمل ترزيجي انه عمل كل ده في شوت هنا مش بتكلم بس على الموجود ونزل موت نفسه في الملعب انا بتكلم على الفعالية بتكلم على لعيب بالراحة النهاردة ست مرات مطلقة الجزاء في خمسة واربعين دقيقة يعني كل سبع تمن دقايق بيدخلك جوة التمنتاشر بيستلم الكرة جوة التمنتاشر طب تعالى نشوف بقى غير اللي احنا بنقوله ده ترزيجي واحد هو الأعلى تسجيلا وإسهاما في الأهداف من كل لعبي منتخب الكل لعب عشر ما تشط حداشر مساهمة سبع أهداف واربع صناعات الأكتر عمل رقم ما كانش يسبق ليه غير محمد صلاح خالص انه العيد مصري بيسجل في ثلاث بطولات متتالية الوحيد اللي كان عمله في اربع بطولاته ومحمد صلاح محدش عمله أول لعب ييجي بعديه هو ترزيجي سجل في نسخة تسعتاشر سجل في نسخة واحد وعشرين ونهاردة بيسجل في نسخة تلاتة وعشرين تعال روح بقى عمل ايه في المباراة كل حاجة عاد بقى اللي عمل في المباراة بصفكرك بحاجة عشان وانت كنا في المدرجات في المباراة دي مباراة غينية الله ينور عليك مباراة غينية نزل هو فيتوريا بدأ بمرموش وللأسف مرموش أصيب مبكرا في هذه المباراة نزل ترزيجي قلب الدنيا عمل أسست وجول على ما أتفكر صحيح كده فهو كمان عنده ميزة عبقرية اللي هو لا بيتقمس لو قعد عبدكا مثلا إزاي ما تبدأش بقى السر منها اللي كنت متقلق قبل كده ولا هو بينزل مش جاهز ولا هو محتاج وقت يخش في المباراة ولا هو ده محمود ترزيجي ده بقى ده القديم هنا انت بتلاقب عليها مرموش نفهم راضي وطموح والتنين صعب جدا يجو في العيب عشان كده ربنا بيكرمه ترزيجي في المباراة غينية اللي انت بتتكلم كنا عادين فيها في الملعب كنا وحشين كنا فكين زي دلوقتي نزل شد الفرقة كلها الفوق غير الامور كلها وكان نجب المباراة انا عارف الوقت بيجري منك هتروح للوقت هتروح للحالات اما لقى لعيب بيصنع وبيسدد وبيسجل وبيعمل كل حاجة انا لازم امسك فيه اداءة واثنان يلعب في الرايت بقى يلعب في الليفت يلعب في النص تعال نشوف دي بعد ما نزل على طول كرة اتعاملت بالعرض بعد ما نزل مصطفة فاتحة على طول حطها لول تحت حطها ملفتش اوي في وش رجلو الداخلي فطلعت فوق العرضة كان اول تهديد كامل الفريم اللي بعد على طول الراجل حطها ما كانش موفق فيها حاول تاني يلا اللي بعد دي اول واحدة اللي ترزيجي جوها التمنتاشر دي رقطت الهدف طبعا بص يا كريم كرة دي كتردى راجل بمنتهى الهدوء بيتعامل مع الكرة حط الباست لحجاز الباست ممتاز بالمناسبة الباست نص الجول الاستلامة التوقيفة الراجل حطها بشماله باستناش تعدل هو فيه دنيا مكابلة هحطها زي ما هتنزل نزلت وكان الجول كمل اللي بعد دي بعديها تصويبة قبلها على طول قبل الجول تصويبة جنب القائم الايمان مباشرة من ترزيجي بشماله مش بيمينه والجوم بشماله مش بيمينه اللي بعده دي قرة قبلها حطها بطن رجله الحارس شالها قبلها على طول قبل القرة على طول الحارس تصدى لها وتم انقاذها في اللحظاتها الاخيرة فبتتكلم على اربعة تهديدات للمربع صرع مرتين صرع كرة هدف التاني سجل الهدف الاولاني انا عايز اقيم اللعيم في الدنيا لو انا عندي ميسي وكريشسيانو في الملعب عايز منهم ايه عايز انده يجيب جون عايز يعمل اسيست عايز شد فرع فوق ده اللي بيعملوا ترزيجي ده اللي نيزل عامل في مبارات غيانا ده اللي نيزل عامل النهاردة بص يا بص يا كريم بص يا كريم الراجل موجود تحت خالص اللي بيعملوا الدفاعي في وسط الملعب وهنا بتقولك انه التحرك خدمه خلى عنده فيجن هو اول مسند وعادل جوه الملعب هو راجل بنعب انجليفت اول مسند وعادل جوه الملعب ابتلك اهرباء يتحرك وابتلك مصطفى حمد يتحرك اتنين في وسط تلاتة اتحركوا في المسافة بسيدرو هي اللي عملت الجون وبعدين بقى الفريش الراجل حطاها بشكل ممتاز لان مصطفى ليه قصة لوحد وخليفة باية اتكلم عليه انا بالنسبة لي مصطفى عمل كتير قوي لكن انا كنت بخصص الوقت ده اللي ترزيجي